مرحبا 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 طلاب الخامس الابتدائي العزاء اليوم لدينا اجابة طويلة و اجابة قصيرة او مختصرة استخدمنا where اداة السؤال اللي قلنا معناته اين لاحظوا هنا استخدمنا بدال الاز ووز ليش لان هي في زمن الماضي الاز تصير ووز مثل ما اخذنا بدرس الماضي البسيط الدرس السابق عندي اجابة she was at the park اجابة طويلة او رأسا اقول at the park بدون ما اقول she اللي هو الفاعل والوز اللي هو الفعل المساعد رأسا من اريد short answer at the park نيجي لسؤال الثاني من الذي كان في القصة بساعة واحدة او رأسا اقول mom اذا بالاخضر short answer والاجابة اللي فوقها من امتحان اذا يحدد long answer او short answer لازم اعرف شلون اجاوب اجيب ترتيب الجملة الشون فاعل فعل تكملة الجملة او المفعول به mom هي الفاعل subject was الفيرب اللي هو فعل مساعد ما الفيرب تبيه بالماضي صار was اللي هو اصلا is the butchers اللي هي تكملة الجملة نيجي للتمرين اللي تحت listen and see where were you at nine o'clock yesterday morning i was at school where were you هاي الwhere الثانية همينا where الwhere الاول واحدة اداة سؤالية لفس اللفظ ولا كنت اختلف بالكتابة بالسبلنج الwhere الثانية اللي هي ماضي مع الار ليش استخدم هنا نوير لان هنا اليو واليو ياخد الار بالماضي تاخد where at nine o'clock yesterday اذا هذا عرفة يا زمن الماضي good يهن yesterday البارحة يقول i was at school انا كنت في المدرسة نيجي say each sentence to yourself listen and repeat كل جملة انت تقولها النفسك وتكررها number one where were you at ten o'clock yesterday evening اين كنت الساعة العاشرة مساء الامس i was at home كنت في البيت two where were you at six o'clock yesterday morning i was in bed كنت في الفراش يقول لي draw a line under the keywords and sentence one or two keywords هاي الكلمات الدالة او الكلمة اللي تدل على الماضي عندي yesterday evening yesterday morning والwhere اللي هي مو اداة السؤال او الوحدة اللي الثانية اللي هي where were you همينا جرجة واخط تمرين اللي تحت where were you yesterday use short answer هذا طلاب تحلو انتو you and your partner انتو زميلك انتو احد افراد عائلتك واجب مثلا اول وحدة yesterday at eight o'clock i was at home انا كنت في المنزل or i was in bed وهكذا نكمل الحل شي يقول استخدم short answer جواب قصير او مختصر thanks اشتركوا في القناة